اهلا بكم مشاهدين قناة الصحة والجمال معكم اميرة يحية في حلقة جديدة من حلقات بيرنامتكم صالون الاميرة موضوع حلقتي النهاردة مهم جدا وبيقرقنا جميعا ومش في وطننا العربي وبس في العالم اجمع الحرب البيلوجية ما هي الحرب البيلوجية هي حرب صامتة بدون سلاح بس فتاكة لانها بتاخد العديد والعديد الالاف وممكن كمان يكون الملايين ازاي انا اطرق عن طريق العلم ان انا زي ما بيقولوا اهجن او امحور او احور او اخلق مجموعة فيروسات ومجموعة بكتيريا انها تقدر تدمر البشرية او تدمر الجنس البشري اللي هو اعمل امراض اعمل اوبئة اعمل حاجات كتير اوي ربنا سبحانه وتعالى خلق للانسان جهاز مناعي وهو من اقوى الاجهزة اللي تقدر تحارب كل انواع البكتيريا والفطريات والفيروسات والاوبئة ايا كانت بس الحاجة لما تبقى شرسة وكتيرة وجاية مرة واحدة كتير الجسم مش هيقدر يقومها فبنلجأ للعلم العلم الحديث اثبت ان الازون غاز الازون هو قادر على تقوية الجهاز المناعي في محاربة الاوبئة والفيروسات موضوع حلقيتنا النهاردة هيكون عن اجهزة الازون فويدها واستخدامتها وهيشرفنا ويكون معانا استاذ محمد مجاهد رئيس مجلس ادارة شركة سحاد لاستراد اجهزة الازون مساء الخير يا فن نورت وشرفت صالون الامر والرأي العلمي علشان نعرف العلم الحديث والرأي العلمي في الازون واستخداماته وفويده هتنورنا وتكون معانا دكتورة مروى شمس ماجستير ودكتوراه تغذية وعلوم الاطعامة اهلا وسهلا يا دكتور شرفت ونورت صالون الامر ابدأ مع حضرتك بما ان حضرتك ليك باع طويل جدا وشرفتنا ونورتنا ببرنامج صالون الاميرة وتكلمنا عن مجموعة الاجهزة اللي حضرتك بتستوردها من شركة سحاد اجهزة الازون هنتكلم عن اجهزة الازون او عن استخدامات الازون وفوائده وهناخد الرأي العلمي والتعقيد العلمي من دكتوراه مروى بالنسبة للاجهزة الازون الفوائد فوائد الازون الازون حاليا بيستخدموه في البوابات للتعقيم بتاعت الفيروس كورونا مكان المواد الكيموية اللي اثبتت ان هي ضرة للجسم اكتر من الفاعة وبالنسبة للازون يعتبر ان هو غاز مالوش اي اضرار بالنسبة في وجوده في الماء غير الاسنشاء المباشرين فهو بيستخدم في البوابات الخاصة يستخدم في تعقيم غرف الفنادق والمستشفيات دور العبادة بيستخدم في المسارح اي مكان لانه هو غاز بيطلق في الغرفة فبيحول الغرفة كلها الى مكان معقم كامل بجميع الاسطح والحاجات دي تمام بيستخدم في غسلات الملابس بيستخدم في محطات معالجة المياه حاليا كل او تسعين في المية من محطات المياه بيستخدم في تعقيم المنازل والمستشفيات برضو من فيروس كورونا وده مسبطه حيبقى ده مش كلامنا يعني ده كلام كل الدور الكبير اكيد الاعداد ما حضر لنا مزموعة من التقارير ومزموعة من المجلات العلمية اللي بتتكلم عن الازون واستخداماته وهنتكلم عن الاجهزة والازون بيعمل ايه بس بعد ما ارجع لحضرتك من دكتورة مروه نورتي وشرفتي برة تانية دكتورة مروه استغذر حضرتك نتكلم على تكوين الازون كعنصر او كغاز وازاي ان احنا نقدر نستفيد منه ان هو تقنية حديثة يعني انا باطلق عليه ان هو المجك يعني هو غاز مجك ليه سحر ما فعايزة اعرف من حضرتك التفاصيل فوجالة عن غاز الازون واستخداماته وفوائده لو حابنا نتكلم عن غاز الازون فهو غاز مكون من 3 زرات اكسوجين البنية بتاعته بنية غير مستقرة عشان كده مش هرقيه موجود في حاجة معبئة او كده لازم انتاجه بيكون على طول ليه خواص كتير قوي اهم حاجة من الخواص بتاعته ان هو ليه خواص مؤكسدة قوية فده اللي بيخلي الفايدة بتاعته كبيرة ان هو يبقى يقتل ازاي الفيروسات والبكتيريا والفتريات موظم الفيروسات بنلاقي حواليها زي حاجة اسمها ليبيد كوتينج زي غلاف كده وغشاء حواليها الغشاء ده اللحامي دي ان اي والبروتينز اللي جواها اه العنصر الحيوي اللي بيجعل البكتيريا والفتريات دي فعالة اللي بيخليها تنتشر وتتقسر وتفضل عيشة فهو الازون بيعمل ايه بيختارق الغشاء ده وبيبدأ ان هو يهاجم البروتين والليبيتزو الجواها والدين ايه اللي جواها فبيقليها غير فعالة ومش اكتف غالص ومش مدر فهي دي التكنيكا البتاعة صورة علمية حاجة جويلة جدا حاجة رائعة علمية جدا ان انا يكون عندي حاجة قادر ان انا استخلصها وهي حاجة طبيعية مش حاجة مخلقة ولا حاجة قادر ان انا احارف بيها تكلفة الليلة والاجهزة المؤلدة ليه قطيرة بصراحة وكمان في حتة فايدة ممكن مش بنقود بالنا منها ان مثلا لو احنا قلنا مقارنة ما بينه ما بينه الكولوري اللي كلنا بنستخدمه او الالكول الكحول من لايه بعد ما استخدمنا بشرتنا جفت واضرار دي المشاكل اللي احنا تعرضنا لها كلنا من الجادة الفترة اللي كانت تتبهدلنا كلنا في صراحة بسبب الكولوري وبسبب الكحول اليد نشفى بنحاول ان احنا نحمي نفسنا والكوز بس لأضرار وكمان الكولور لما بنمسح به الاسطح وكده بيسيب مواد ضارة على الاسطح المواد الكيميكا للضارة دي مش صحية لو انا لمستها وبدأ تيكل او حاجة كل ده بيقش في جسمي فطبعا دي كلها مواد خطيرة بتأثر على الكابد وكده وكده لكن الازون بقى الميزة بتاعته في ايه ان انا مثلا حطيت مولد الازون في قوضة وقفلتها لمدة مثلا ربع ساعة هنلاقي ان غاز الازون ده راح لكل شوء اللي في القوضة حتى السقف الجدرون مثلا بعد الشهر مثلا مصاب او كده وكا حتلاقي كل ده اتمالة فيروسات موجودة على الحيطة اللي يلمسها طبعا بيتعادة على طول فده بيوصل لكل حاجة في القوضة بطريقة حلوة جدا ووصل الانتشار وحلو بعد كده بشغل التكيف مثلا ربع ساعة يبقى انا كده كمان طهرت التكيف وعقمته بعد كده ابدأ افتح الشبابي اه عن طريق الهواء اللي موجود في الغرفة نفسها ايه اللي هو في ازور التكيف بيسحبه يعني كلنا بنشتكي وخايفين جدا في الفترة الاخيرة ان التكيف ياخد المصاب يكون اصلا سبب من اسباب نقل العدوة فاحنا عندنا دلوقتي حاجة اللي بعالج بيها ضرر حاجة تانية اكيد طبعا احنا دلوقتي هنبدأ ان احنا نتكلم عن الشهادات العالمية اللي نزلت على مواقع كتير جدا والاعداد محضر لنا مجموعة من الشهادات في استخدام الازون في سواء كان في التطهير سواء كان في الغرف سواء كان في مجموعة كبيرة من فنادي والاغذية فاحنا وحنا بنتكلم وحضرتك بتتكلمي انا عايزة الحلقة تبقى نقاش يعني حلقة مفتوحة نتكلم فيها علشان في النهاية خالص نفيد مشاهدين الكرام نعرفهم يعني ايه اوزون ونعرفهم على اجهزتنا اللي حضرتك هتعرفنا عليها نطلب من الاعداد ان هو يبدأ يعرض لنا صور الشهادات ونبدأ بالصين يعني نقول ايه بيت الباء والدواء يعني فيروس كورونا جاي لنا من الصين وفي نفس الوقت الصين دلوقتي هي اللي بتقر بان الاوزون عنصر فعال او اقوى شيء يدر ان هو يؤثر على الكورونا نبدأ نعرض للصور بعد اذنكم تفضل مع حضرتك دلوقتي احنا عندنا الاوزون زي ما تكلمنا ان هو بيساعد في التعقيم وبيساعد في نظافة الاغذية المية نفسها يعني قبل ما ندخل على الشهادات ومعانا الشهادات على الهوى تفضل حضرتك تشرح لنا ده ده موقع الصين ده موقع الفسمي بتاع دولة الصين دولة الصين بتقر وبتقول بتعترف ان الاوزون مبيد قوي لفيروس كورونا تمام وفي اكتر من موقع موجود في اسبانيا برضو بتقر الكلام ده بتقر الصحة العالمية تمام احنا هنعرض التقارير كلها ورا بعض بعض اذنكم اثناء استاذ محمد ما بيكلم تفضل لكم ده قلنا موقع الصين الرسمي بتاع الدولة تمام اه عامل برضو وده ده اللغة الصينية يعني هي كانت العربية الاول دي بالصينية واحنا نترجم بالانجليزي بالانجليزي اه بالانجليزي موقع الصيني بالانجليزي تمام تمام فيه بس اللي هو الموقع اللي بعد كده الاسبانيا هتوبع بالاسبانية تمام موجود فيه انه هو الصحة العالمية اه يعني تغلبت على على الفيروس اه بالضبط بالازون اه وعندنا كمين شهادة من فندق فيكتوريا لاستخدامها للازون ده فندق موجود في المانيا من اشهر الفنادق في المانيا يعني من ضمن الاساليب الدعاية بتاعتها ان الفندق بمعقم بالازون تمام لانه بعقم الغرف ويعتبر ان الشخص داخل الغرفة كأنه اول نزيل داخل الغرفة لانه اصبحت الغرفة كاملة بدون اي فيروس او بكتيريا او اي فطريوب تمام هو حضرتك دلوقتي مجموعة الفنادق او مجموعة القرص سياحية انت لازم تثبت للعالم ان انت تسيب وان انت كويس علشان اقدر ان انا اجيلك اجيلك واسكن عندك فالازون بقى دلوقتي تقنية منه التقنية دلوقتي اهو ده شهادة فندق بكتيريا ده فندق بكتيريا تمام ده المانيا تمام من اشهر الفنادق في المانيا تمام وهو اللي بيتكلم يعني حتى بتكلم على ان مفيش نوع من انواع الفيروسات او البكتيريا موجودة في الغرفة يعني ان ده انت كنك اول نزيل للفندق تمام وفيه برضو حضرتك فيه مجلة علمية اوسط باستخدام الازون في المستشفيات والمستشفيات دي حاجة قوية جدا ان انا اكون موجودة في مكان كله يعني حضرتك يعني احنا بنتكلم ان اكتر ناس وبنقدم لهم طبعا التحية والتأذير الجيش الابيض الدكاترة والممرضات اللي هم اكتر ناس بيتعرضوا للعدوى وبيتعرضوا للبكتيريا واي النوع من انواع المرض هونت معرضة سواء كنت بتشتغلي ممرضة او طبيبة او بتشتغلي في المستشفى ان المجلة علمية بتوصي وبتقول ان الازون في المستشفيات قادر على التطهير دي حاجة اعتقدناها قوية جدا ايه رأيها حضرتك؟ ادارة الغذاء والضواء الامريكية اللي هي الاف دي ايه اكدت ان التعقيم بالازون قامت بنسبة 100% فدي تعتبر حاجة يعني حلوة جدا جدا ان احنا زينا نقول ان ده غير ده غير صوت لكل وزء فيها يعني بنلاحظ دلوقتي ابحاث كتيرة بتتكلم عن ان احنا ايه لو جبنا بس الجهاز صغير البارتبال اللي احنا بنشيله في كل مكان مفوش مجهود ولا حاجة بحطه في العربية مثلا ربع ساعة بيعقملي العربية شغل التكيف شوية يبقى شغلت كمان بعقمت كمان التكيف افتح البيدان انا كده عربيتي مفاش اي حاجة حتى لو مريض حساسية كانت ركب العربية او حتى عربيات الاسعاف دار المسنين هتستخدمي في قوضة قوضة عندك برضو المطاعم طبع احنا شايفين نزلة كتير برضو الفنادق وكده كل الناس بتبقى لانا يكون حد قبل مني موجود اصلا كان مريض باي فيروسات ولا حاجة تبقى مثلا موجودة على الديسكات او موجودة على الحيطان او في اي مكان فانا كده يعني وسيلة امنة 100% وكمان مالهاش صايد افكت مالهاش مواد ضارة موجودة مكانها يعني مالهاش مخلفات تسمى حوالينا بعد كده فدي تعتبر حاجة يعني مجيك فعلا سحر جميل جدا يعني مفروض بصراحة كل بيت يكون في المفروض انه فعلا كل بيت يكون موجود في اجهزة الازون الالي اللي في المطبخ عندي كمان بتقاوم الروائح لو في ريحة عفن مثلا حاجة مستبقى من قبلها بيوم اللي حاجة عاملة ريحة الفيروسات دي وكده منتشرة في الجو عاملة ريحة مش حلوة في المطبخ الازون بيتهار لكل حاجة السقف لو في غبار ده حتى حبوب اللقاح اللي بتسبب حساسية لعيالنا الفترة اللي فياتت دي كلها برضو بيأثر عليها لانه عامل مؤكسة قوي جدا فكل دوت بيزيبقى القوضة امنة بنسبة يعني عالية جدا فبصراحة هو تحفة دي حاجة جميلة جدا لحضراتي بتتكلمي فيها لان انا كده انا بعمل نوع من انواع فلترة الجو حتى انا بعالج او بساعد مريض الرابو او مريض الحساسية ان احنا عارفين طبعا ان كتير من اللي عندهم الجيوب الانفية ربنا يشتليني الفترة دي تعالى مع الاتربة ومع السخنية ومع اي ريحة واي ان كان وبتيجي اوقات الكحة بتبقى حرام ازمة مش قادر يتنفس وبالذات تبادر الفصول بيبقوا بالزبط فحاجة زي كده انها تعملي نوع من انواع رفريشنج للهوى اللي موجود في المكان نفسه او في البيت نفسه حاجة طبيعية جدا في الحلقة اللي فاتت يا الدكتور كلمنا وقلنا ان الازون ده اللي هو نعتبره ناسيم الصباح اللي هو اللي بنستنشقه الصبح اللي هو لما الفجر بنقول ان الهوى منعش هو ده اللي انا بقدر اوصله عن طريق اجهزة الازون في بيتي مولدات الازون يجب استخدامها في عدم وجود الانسان او الحاوان تمام يعني احنا بنعقم الغرفة احنا بنعقم الغرفة ونسيبها نص ساعة يتحول الازون لاكسجين او تتفتح تتهول او تتفتح تتهول انما هو الازون كأوزون بيستخدمه بنسب بسيطة جدا ودي ناس طبعا متخصصة في حاجة زي كده يعني انما العامة من الناس الازون يعتبر يعني غاز مضر بالنسبة للي هيستنشقه مباشر احنا بنقفل الغرفة مثلا عشر دقيقة او ربا ساعة تمام ولو عندنا مثلا مريض في البيت واستخدمنا الازون في الغرفة بتاعته بيقض على كل الفيروسات الموجودة في الغرفة طب هو راح الحمام مثلا وشغلنا في الحمام خمس زي حيطهر الحمام خرج في الطرقة حيطهر الطرقة فيبقى حتى حمل ناس الجهاز سهل ان انا بحرك هذا جهاز صغير هنتعرف على الاجهزة دلوقتي بس انا مش عايزة سيب نقطة الشهادات العالمية في تعقيم الازون يعني احنا ما عندنا بطلب من الاعداد يحضر لنا باقي الماتيريال اللي عندنا عندنا مجموعة سيطات متكلمة كتير جدا على تعقيم الازون سواء كان من خلال الاغذية او رش البيوت او الكلام ده كله وكمان في الحرم وكل يعني جريدة عقاز كتبة ومتكلمة على الازون وتعقيم الحرم وده اكتر مكان اكتر مكان فعلا كان يعني احنا شايفين قدامنا على الشاشة تطبيق تقنية الازون في تعقيم المسجد الحرم فطبعا دي حاجة يعني حاجة قوية جدا ان انا اوصي بيها واقول ان انا بعمل كده شهاداتا ان انا اثبت للعالم ان الحرم الشريف معقم وكويس تمام ده او الفنادق الكبيرة بتستخدم اللزون والمستشفيات وعربيات الاسعاف في ايطاليا في اسبانيا في فرنسا في المانيا في كل ده هو الحلقة بس مش هتاخد مش هتاخد كمية مش هتاخد ان احنا نجيب كمية تشهادات والمكات والحاجات دي اه انا سعيدة ان انا بقدم حاجة زي كده يعني انا سعيدة ان انا كنت مع حضرتك الحلقة اللي فاتت سعيدة اكتر ان انا مع حضرتك الحلقة دي لان انا عرفت معلومة جميلة مرة اللي فاتت ان ملكة بريطانيا بتستخدم جلسات الأزون استخدم عشان كده ربنا مبارك مهضة حانا اتطرق ليه في الأجهزة اللي موجودة دي ستة متعقمة ستة متعقمة وكمان في نفس الوقت اكيد ليه فوقت كتير على البشرة وللجسم وللجلد وللنضارة وفي نفس الوقت السن مش بيبان الامراض العادية اللي ممكن تصيبنا كمان انا بقوي جهاز مناعتي فممكن اكون سيف او حائط منيع سد قدام اي حاجة بسيطة هم اللي موجود شرب ماء لزون تمام بس ده يعني هو جهاز واحد بس على مستخدم العالم اللي صالح للشرب تمام معمول بنسب معينة هو ياباني تمام ومصرح من مزارة اليابان مزارة الصحة اليابانية اه ده ياباني مفيش حاجة ينفذ تقلبه ده اللي خاص للشرب شربه تعقيم برضه تمام انما الحاجات العادية والعامة فيه اجهزة تانية بتقدر نستفاد منها بدون شرب وبدون دخول الحاجات عايزين بقى نتكلم على الاجهزة المفاجئة اللي حضرتك جايبها لنا النهاردة حضرتك النهاردة زي ما بنتكلم وبينقول انه هو ماجيك وسح انت جايب لنا اجهزة سحرية ونطلب من الاعداد يحضروا لنا صور الاجهزة علشان نشرح عليها تمام نبدأ باول جهاز معنا هنتكلم على ايه اول جهاز الجهاز بتاع المطبخ جهاز المطبخ تمام اه ده جهاز بيركب على الحنفية مباشرة مبيحتاجش الكهرباء السورة معانا على الهواء ده الجهاز اللي بيركب على الحنفية صغية مبيحتاجش الكهرباء زي ما احنا شايفين ما فيش اي اسلاك تمام بيشتغل بضغط المية في مولد داخلي بيحاول حركة الكهرباء تمام الكهرباء طبعا بسيطة يعني هو بيولد منها الازون فبينزل مية ازون مباشرة تمام لان فيه توربينو داخلي بيخلط الغاز الازون بالمية فبينزل المية مية ازون مية ازون استخدمها بقى في ايه يعني الفلتر اللي انا حطيته او الجهاز اللي انا حطيته للحنفية استخدمه الايه بقى ونتيجته ايه استخدماته ايه استخدماته ايه بقى الدكتورة بقى تقولنا على الدكتورة تتكلم بقى على استخدامات الاستخدامات مية الاسونية انا شايفين اضعيمة فانتخصص حضرتك الاخذية فاحنا دلوقتي الجهاز اللي بيتركب على الحنفية سهل جدا بدون اسلاك بدون كهرباء بدون وصلات ولا اي حاجة استفادة منه ايه هو الجهاز بيشتغل بضغط المية مش بكهرباء منظمة المكتبة الامريكية للغذاء والدواء موقع بابمد موقع شهير جدا لكل مكتبات منشأ من سنة 96 وليه مصدقية عالية جدا بتاكد ان احنا لو غسلنا القدار والفكهة حتى الطيور واللحوم لو استخدمنا المية بتاعته الازون المعالجة بالازون اللي طالعه من الجهاز ده غسلت بيها الحاجة بتاعتي هتبقى مفاش اي عفن مفاش فترياض مفاش بكتيريا بتثبت نمو اي حاجة موجود عليها فده هيديها مدة صالحية كبيرة دي اول حاجة تاني حاجة ان انا بتغلب على التسمم الغذائي في الغذائي ده من ناحية ايه لو انا مثلا عندي طيور ملوثة باشليش ايكولاي ايكولاي او بالسالومونيلا دي مشكلة كبيرة جدا في الطيور والحاجات اللي هي فيها النوع من انواع التالية وممكن انا بحط الطيور مثلا بستخدم السكينة دي السكينة دي لمسة الترابيزة او اللي انا بشتغل عليها في المطبخ الرقامة كل ده متلوس معيكي فاهماني فانا لو جبتوا مية الاوزون دي ومسحت بها الترابيزة ومسحت بها الدجاجة نفسها اولا انا هتخلص بالنسبة كبيرة جدا من الهرمونات اللي ما حقونا فيها ماشي دي حاجة تاني حاجة ان انا يعني هقلل نسبة الاشليش يكولاي خالص طبعا بعد ما هتتغلى وتستوي وكده مش هبقى فيه اي حاجة انا كده حافظت على سلامة الغذاء ادت له جودة عالية طولت مدة صلاحيته يعني الخضار خلي بالك احنا مثلا ايه مش هنقدر ندقله في حاجة سخنة عشان تتغلبه على البكتيريا اللي فيه ولو فيه اباق افات او مبيدات حشرية مرشوشة لو فيه اي مشاكل كل ده مية الازون لانها زي ما قولنا عامل مؤكسة قوي جدا هتخلص بنسبة كبيرة قوي من كل الحاجات دي يعني بتغنينا ان احنا نحط مثلا نقطتين خل في المية او ان احنا نحط اي نوع من انواع لمون او حاجة لان احنا بنرجع لكده احنا فعلا الخضروات الوراقية زي البقدونس والجرجير والكلام ده بننقحة ربع ساعة في مية بخل احنا لو غزلناها بالازون طبعا احنا شلنا نسبة فطريات كبيرة جدا منها لو انت عزيزة نعيها مفيش مشاكل يعني ده مش متعارض معيها بس احنا يعني اقوى يعني ده الاقوى ان انا نفس المية هي برضه حط عليها زود عليها خلق زود عليها حاجة لا انا ما اعرفش تفاعل هي المفروضة بحاجة عاجة عشان هو ما يتفاعلش مع الخل طبعا اكيد فيكون لي موضة ضرة في الاغذية يعني هو كافي ان انا اخسل بيه الحاجة بيعقمها لي وبيتاهرها لي من اي انواع بكترية او فطريات موجودة فيها او موبيدات او برمونات ضرة او اي حاجة او كمويات او فيروس موجود او فيروس موجود لان احنا اسمعنا كثير ان الفيروس دلع مصدرات اه مالحاجات ديت كلها جاية باللمس طب الجهاز التاني ولا هنتكلم عنه جهاز ايه اه جهاز دوش الأزون دوش الأزون ده حاجة كده دوش الأزون اه اه ده حاجة بديل السونة بديل السونة تمام ورخيص جدا بسونة الأزون يعني دوش موجود معنا على الهوى دلوقتي دوش الأزون برضو بيبقى فيه فتحة زغيرة موجودة زهرة في الشاشة تمام دوش حجمه صغير الفتحة ديت برضو بياخد منها الهوى بتاع الجو بقى فيه توربينو داخلي برضو بيشتغل بضغط المية تمام بدون اسلاك وبدون كهرباء وبيحول الهوى الطبيعي اللي هو الموجود في الجو العادي للأزون تمام وبينزل المية للأزون تقدر بقى تستفدي منها في التعقيم في الكولاجين بقى طبعا لسه كنت هقول لحضرتك انا احرف ان الأزون بيحفز الكولاجين في الجلد الامتي حضرتك بقى تشرح لنا الموضوع ده لانه مهم جدا يعني المية فعلا نوعية المية طبيعي لو مية مثلا بخسل وشي بمية ملحة او مية ملوسة او مية معقرة اكيد الشوائب هتأثر على بشريتك طب لو انا بقى بخسل وشي او بطلب مية في الشار بمية معالجة بالأزون ايه بقى التأثير؟ الجلد بيمتص اي حاجة عليه بطريقة رهيبة بش زي ما احنا متخيلين بصراحة فهو مية المية المعالجة بالأزون حاجة بقى حلوة ان هي اول حاجة بترتب لي البشرة خالص هتلاقي جسل منك بقى ناعم بتجدد الدورة الدموية بتحفز انتاج الكولاجين لان طبعا كلنا مش عايزين يبقى فيه خطوط في وشنا او كيد خطوط وعلامات وكده بيواحد لون البشرة لو حتت مثلا بالشمس بتعرضة كتير او كده مرة في مرة مع استخدام كتير لما بتعودي في المية المدة 30 دقيقة فمسلا املي بانيو كله في مية اكسجين وعودي فيها 30 دقيقة المدة 12 يوم هتلاحظي ترتيب فضيع في الكوع وفي الركب وفي الجلد كله هتحسي بتراوة لو في بعض الشار فتريات في القدم او فت انت لو قزلت بيه بقك الريح قيحة الكاريهة اللي هي بتاعت الفتريات بتاعت الفم بتروح مهم جدا يعني مهم جدا يا حديك بتتخدميني حاجة حديك بتكلميني على حاجة ممكن تغير يومي وتخليني كمان ما نزلش سبا ولا نزل مكان ان انا اعمل حاجة زي كي ده كمان لو معي تدليج بقى يعني لو كمان استخدمنا تدليج حركة دائرية مع مية الازون فانتي بتدخلي كمان نسبة اعلى في جلدك وهيمتصها والترتيبة هيبقى اعلى هتبقى حاجة جميلة قويان نصيحة مني انا شخصيا لازم تطلبوا الاجهزة اركامنا على الشاشة تطلبوا الاجهزة من شركة سحاب لاني اللي انا بسمعوا ده صورة صورة علمية لا هو فيه حاجات تانية برضو بالنسبة للدوش يعني عندك هو خصائص الوزون واحدة تمام خصائص الوزون تعقيم بنسبة 99 و 99 من مية تمام ده او اقوى مطاهر مايكروبيولوجيا عن مصال العين والحاجة التانية تحفيز مادة الكولاجين تحفيز مادة الكولاجين دي طبعا دكتورة كلمة عليها باستفاضة تمام مش بس كده كمان حب الشباب تمام ليه تأثير قوي جدا لانه مطاهر وفي نفس الوقت بمادة الكولاجين الحاجات والبصور والحبوب والحاجات دي بيعمل على تجديد الخلايا بصورة عالية جدا تمام ايو ما هو اصلا اي حاجة لها علاقة بالنهاية بتديني بتحفز لي فهتحفز كل اجهزة الجسم زي ما هو بيحفز الجهاز المناعي وبيقويل الجهاز المناعي اكيد برضو بيقويل الدوش الدوش الدموية بيخليها تلك اكتر اه لا انا باتكلف العموم من الاجهزة اه لا انا تمام اه لا انا تمام يعني الازون ككل كعنصر فهو عنصر ناشط زي ما حضرتك قلتي فممكن انا اقولها كده هو عنصر ناشط بيؤدي لتنشيط كل الاجهزة الحالية لا هو بيعمل تنشيط فعلا للدورة الدموية للجسم تمام بيعمل من خصائصه اللي هي قتل البكتيريا بيعمل على ان ما بقاش فيه راحة كريهة لانه بيقتل البكتيريا اللي موجودة تمام فلو فيه جروح او خروق في الجسم لو فيه حساسية بصورة سحرية تمام برضو من تحفيز مادة الكولاجين تماما هي اوه اصوى الخصائص واحدة من نظر ما اقولت اخطوا بيقاتل كمان بكتيريا اه لان انت مثلا الحبوب دي عليها بكتيريا بكتيريا هي اللي بتؤدي ان الجارح ياخد وقت ايوه تمام ويعمل دمامل وخاريج وكلام دا كله اه طبعا متعمل اللي بنشوفه صديد او ايا ان كان او ايا يعني بتؤدي ان الالتحام يبقى فترته لست طويلة لكن ده عمشان الفتريات متبقاش موجودة عشان نساعده على الالتقام فالأزون بيعمل كده تمام يعني عايزة بس اتكلم في نقطة حب الشباب وحب الشباب بيطلع ليه اصلا انا مثلا بشري دهنية وعملت افرس دهون كتيرا فبلاقي جاء عليها مايكروبيات المايكروبيات دي هي اللي بتعملي مشاكل في البشرة وطلع لي حب شباب يعني انا ممكن علاجه بيقعد معنا وقت كبير جدا اكي الناس بيقعد معا سنين فانا لو غسلت وشي مثلا بمية الأزون فانا كده زي ماتي بالطهاري مثلا وشك على طول من غير مايكون حاجة فيها صبغات يعني انت لو استخدمت المطهيرات التانية اولا بتنشف بشرتك بتخليها جفة ماكيش حاجة ملاشة افكت ماكيش حاجة ملاشة اضرار مهما ان كان انت يستخدمي كاميكال ايوه لكن دي حاجة طبيعية فالجلد بيمتصها وبمطهيرة قوية فانت بتساعد الدنيا ماشية معاك بصورة اسرعة اسرع وطبيعي وطبيعي وزي بقولنا نوع بيحفز كمان الكولاجين فبيجدت هو القلية الميتة مثلا لو فيه اثار للحبوب ولا حاجة عاملة نقط بني وكلام ده كله هيشال معاك يبقى الدنيا حالو تمام انا انا عايزة للدش بعد اذنى حضرتك لو فيه كمان التسلخات عند الناس برضو وعند الاطفال كبرو الصغيرين ها وخصوصا لأطفال الصغيرة الاطفال الصغيرين انت خيل بقى حضرتك ان دي حاجة بتقرق كل الامات في فاصل الصيف ونتيجة البامبروز ونتيجة غيره بيحرم والاطفال بتتوجع من كتر المطاهرات ومن كتر لما بتحاول عشان تنشف التسلخات دي فبيساعدنا الازون في كده؟ هو بساعد اولا في عدم وجودها ثانيا حتى لو فيه بكتيريا او حاجة بساعد حتى على التآمل الجروح والتسلخات دي بسرعة عالية جدا بدلا ما تاخد مثلا خمس ست ايام بتاخد مش عايز اقولك يعني يوم مثلا بلاش يعني بلاش نبال ايه يوم يعني الجرح مثلا بدلا ما ياخد ثلاث اربعة ايام مثلا او خمس ايام لا هو بيخف مجرد في يوم ومش بس كده كمان والقرحة بتاعت الفم اللي هي ملهاش علاج ده غالبا مش هتلاقي لعلك كل الحاجات واحدة هي كل الحاجات اللي احنا بنقولها نتيجة للفطريات هو بيقتر الفطريات خاطر للبكتيريا وبيزود الكولاجين بتاع الجسم هو مش كولاجين هو بيحفز الجسم على افراز الكولاجين بالنسبة عالية جدا بتزيد لمن الضعف ما انا بقول لحدك هو منشط يعني هو قمس بنشط حيوي جهازنا الثالث اللي هنتكلم علي ايه الجهاز الثالث ده اللي هو خاص بالفنادة بقى خاص بالفنادة وخاص بالبيوت والمنازل تمام؟ ده جهاز صغير في الحجم برضو احنا اتكلمنا عليه الجهاز ده بنقدر نشيله من غرفة لغرفة تمام؟ في مستشفيات في الفنادة في دور العبادة في السينمايات دلوقتي على الجيشة معانا سورة الجهاز استتعزم حضرتك تشرح لنا على الكن ده الجهاز بيستخدم في بوابات بتاعت التعقيم الجهاز ده بيستخدم في بوابات التعقيم تمام؟ بيحطوه في كغاز ازون بيحطوه في المية تمام؟ المية بيتبقى معقمة ومعقمة يعني انا الجهاز ده بينزل جوه الماء لا في خرطوم طالع منه بيطلع يتحط في المية بتاعت البوابة البوابة او البول نفسها كمان؟ يعني البسين حمام السباح اه 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 موجود للحمامات السباح بس اجيسها اكبر من دي تمام؟ انما ده بيستخدم البوابات اللي احنا دلوقتي بقت موجودة ومقرر موجود ان هتكون من الضرقات الاحترازية اللي هي كل الاعلام بدأ يتكلم عليها اولا ووزارة الصحة العالمية انها بتضر اكتر ما بيتفيد بالزبط بتضر اكتر ما بيتفيد لان المواد اللي انا بنحبطها مواد ضرر لان كانت تخفيف كلور او غيره فدي مواد عمومة او كلور اما الازون موجود دش ازون موجود سونا ازون يعني كده كده مية الازون مش هتضر ده هتفيد يعني لو جات على الوش جات على الايد هتفيد ان هو هتزود مادة الكولاجين هتطهر الجلد بدون اي حاجة وبعد نص ساعة تحولت المية الاكسجين الاكسجين طب دكتورة حضرتك دلوقتي فيه حاجة قوية جدا قالها استاذ محمد ان الازون عن طريق البوابات اللي هي البخاخات اللي احنا بنشوفها ان انا مجرد لو عديت من تحته وخدت التأثير بتاعه افضل من الكحل وافضل من الكولور ودرجة الكفاءة انها لو فيه فيروس كورونا او اي حاجة مجرد ان انا عدي من البوابة فانا كده تسعة وتسعين في المية وتسعة من عشرة سيف هو فيه زمان كنا نسمع ايه تقولي جدتك بتغلي لدوم تقولك انا كده عقامها لكن دلوقتي احنا عشان درجة الحرارة لو كوينا برضو الكمامات اللي بنلبسها اللي هي القطن والكده اتلنا الفيروس لكن دلوقتي احنا عايزين نعدي من غير حرارة من غير مواد كيموية ضررة تبقى على الجسم فالأزون مستو ان انت لو استخدنتيه على مياش على بلاستيك على اي حاجة انت كده مطهرة كله بس ايه من غير اي قصارج مدررة ومن غير مخلفات سمع كمان تخيالي حضرتك ان انا شفت الفترة اللي فاتت ناس كتير اتقاذت في لبسها او في هدومها او في شخصها وبشرتها انا شخصيا تشرتت سودة كثيرة النسب كانت زيادة شوية ايوه حضرتك الفكرة لا والأزون كمان او وقاص هو مفروش اي حاجة حتى بيستخدم حاليا في جميع الفنادق او معظم الفنادق الكبيرة الحمس نجوم الغسلات بتاعتهم في الغسلات بيغسل بدون مسحوق بيستخدم في الفنادق كمان في المخسلة الكبيرة وهي دراي كليم بتاعت القرية او المكان بيوفر المسحوق بنسبة 70% لا قد دي حاجة خطوة تانية لا دا احنا نتكلم عن المسحوق المسحوق سببين ما هي حضرتك اللي تلاقي مثلا مسحوق كذا بخوة الاكسجين نشط نتكلم عن الموضوع دا لانه مهم جدا جدا بس هنطلع فاصل ونرجع مع مشاهدينا الكرام ونكمل حلقتنا في الاوزون وفوائده ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل ومستمرين معاكم وموضوع حلقتنا القوي جدا النهاردة اجهزة الاوزون واستخدامتها وفوائدها ومكملين حلقتنا مع استاذ محمد مجاهد رئيس مجلس ادارة شركة سحاب لاستراد اجهزة الاوزون ودكتورة مروى شمس ماجستير ودكتورات اغذية وعلوم الاطعمة نورتنا مرة تانية وشرفتنا الحديث جميل وعايزة ارجع قالولي في الار بيس ان فيه تيدي فون جي عايزين نتكلم اكتر على جهاز الخضرات للمطبخ عايزين نرجع نتكلم عليه تاني جهاز الوزون بتاع المطبخ ده لانه النهاردة جميع المطاقة جميع الفنادق مستشفيات اللي هي بيبقى فيها اكل وحاجات زي كده اولا الميا اللي نزمة معقامة ويتعقم اي حاجة المسهل لمدة نص ساعة تمام فالنهاردة ما تيجي تيغسل الواقف مثلا في المطبخ هيجي يغسل الخضروات الخضروات جاي من بره ممكن تبقى حاملة المرض ممكن تحمل المرض منه هو شخصيا او من الناس اللي موجودة تمام فده احنا معنا صور الجهاز بتاع الخضروات وجهاز المطبخ معنا على الشاشة حاليا تمام ده الجهاز بينزل موايط اذون مباشرة تمام فينفع بقى يعقم بيها ايده يعقم جميع ادوات المطبخ في الفنادق في المطاعم الطبق والشوك والمعالق والحاجات دي كلها تمام الترابيزات نفسها والحاجات دي تقدر الدكتورة حتى يعني تولينا عليها يعني كمادة علمية تمام دكتورة مروة في الإيربيز زي ما قلتوا ببلغوني انه فيه متصلين عايزين يكتسمعوا اكتر عن استخدام جهاز المطبخ استخدامهم استخدامه ازاي وسيف طبعا وسهل وبيعمل ايه هو استخدامه سهل جدا احنا زي ما قلنا هنركبه على مصدر مية وهو بيش بيشتغل بكهرباء وهو بيشتغل بضغط المية مية الأذون بيستخدمها في ايه؟ بيستخدمها في عزيز السلمة المايكروبيولوجية يعني زي ما اكدنا انه هو بيقتل كل الفطريات والعفن لو مثلا عندك مثلا انت مطمي عليها عفن ولا حاجة انت ممكن تشيل الجزء ده يعني مش مصطابه جزء كبير مية الأذون طبعا هتعالج الموضوع وان هي كمان مش هتصاب انت هتلاقي حاجتك بتخطيها في التلاجة بدل ما هتبوز بعض يومين تلاتة لا مطولة معاك اكتر انت شلت كمية كبيرة من المكروبات اللي برا وثبتت عملها يعني بقيت هي واقفة مش عارفة تشتغل مش عارفة تتقاصر مش عارفة تنمو تماما الحلقة اللي فاتت لما عرضنا وتكلمنا عن الأذون وكانت أول حلقة من برنامج صالون الأميرة فاكرة وكان وشاوش الخير علي يا الله يلتسمع جبنا فيديوهات وبينا حطنا خضار موجود في مية خاصة حديك عارفة الفيديو وعرضناه وبعد ساعة بعد اثنين بعد ثلاثة بعد اربعة بعد يوم بعد اثنين حتى بعد دخول التلاجة شفنا الفرق قوي جدا ان الخضروات مزارت لسه بلونها الطبيعي ومزارت لسه كأني لسه جايبها حالا من تحتها ما هي بتتبل ليه؟ عشان النمو البكتيري والفتريات عليها يعني بياخد من العناصر الغذائية اللي جوه فبيخليها تتبل وبعد كده دبوز والعفن ده يكتر وكده لكن انا عقمتها خلاص بمية الأذون وقتلت كل الكمية اللي عليها من الفتريات والبكتيريا دي فعشان كده بتبقى مدة صلاحيتها أطول معاية دي حاجة تانية حاجة زي ما قلنا ان انا لو مثلا بالنسبة الفراغ انا غسلت الفراغ البني اللي بيجي من بره ساعات بتلاحظي فيه بني بيبقى ريحته زفرة شوية فبيبقى معظمه انه هو مصاب اصلا بالإشلشيا كولاي لانه يتملي هناك الترابيزات اللي عنده بتبقى الفريق اللي بيقطعوا عليها والسكاكين بتبقى من فرقة لفرقة مصابة او مثلا ممكن يكون اصلا اللي شغال في المجال ده حامل للمرض فاحنا كده لو غسلتها كويس بمية الأكسوجين احنا زي ما قلنا موتنا كمية كبيرة جدا من الإشلشيا كولاي وسلومينيلا اللي بتسبب التصامم غذائي دي حاجة مهمة جدا في المطاعم لو استخدموه المطاعم بذات تحت الفريق وكده ناس كتيرة بتروح تعمل بلاغات ان المطاعم ده انا كالت عنده بعد كده بطني واجعتني بعد كده ارجيع ويسال وكلام من ده اعياء فلو المطاعم كمان استخدمتها طحف جدا زي ما قلنا برضو هنستخدم المياه دي ان احنا بش بنتهر بيها بس كده ممكن تهاري بيها كمان نلقي التلاجة اني بتلاحظ كتير الناس بتشكي ان التلاجة على طول ريحتها مش حلوة طبعا دي مشكلة كبيرة وبيحولوا كل الطرق يعني انا اعرف ناس ما غسلت التلاجة ولو حط حاجة في الفريزر مثلا يعني انا كان فيه مشكلة كبيرة جدا مأزمة بنت ان هي سفرت وكان فيه لحوم في الفريزر وفي التلاجة والنور قطع رجعت طبعا الحاجة كلها بوازت مش مشكلة الحاجة مشكلة مشكلة ان التلاجة استل في الفريزر الريحة مهما عملت يعني شافة الأمرين كتبة شكوى وبتتكلم ده يعني انتهزا ده إجزام بالمرة قدامي ان الفريزر كانت ريحته سعيئ جدا مهما عملت معرفيتش تعمل فيه حاجة مش هتقدر تستخدمي ولا كحل ولا فلور ولا الحاجات دي طبعا لان بعد كده ريحتها هتلتصق بالأغذية فهتضرك لكن زي ما قلنا مية الأكسوجين حاجة طبيعية بمجرد انت هتجمي مثلا كروانة هتحطي فيها مية أكسوجين ومعها فوتة وبتلمعي بيها وتمسحي مثلا مرتين تلاتة الريحة هتبدأ تروح تفتحي بعد كده باب التلاجة هتحطي كرسي ولا حاجة تتهوى الهواء اللي جوا ده يتغير هتحطي حاجاتك انت كده سيف نعم احنا حلنا المشكلة دي ليكوا دكتورا فيه أجهزة وزون داخل التلاجة كمان صغانا ده جميلة في موجود عندنا أجهزة قد المج كده بتستخدم بحجار ألم تمام بتفضل في التلاجة كل مثلا بتبقى مزبوطة على كل عشر ده تبخ بخة وزون زي معطر جديدة جدا ده جهاز حاجة يا جماعة الجهاز ده أول ما يقال يقال في برنامج تلون الأميان ده موجود عندنا أجهزة للعربيات كمان للعربية كعربية تمام أزون والنس موجودة فيها بنسبة ضعيفة تمام جهاز أزون وآيونات سلبة بيركب على الولاعة بتاعت العربية عشان برضو الناس اللي بتشغل التكييف ما تبقاش عارفة الهواء اللي جاي ده من بره محمل بإيه وانت كده كده بياخد الهواء من بره موجود ده غير ان احنا بمستخدم النهاردة المرور أخذ مننا أجهزة موجودة تطهير العربيات في المرور تطهير العربيات نفسها داخل المرور داخل المرور العربيات اللي يعني مالياكي وكده أصبح فيه عندنا متعممش لسه على مستوى الجمهورية بس فيه يوم دلوقتي في طاية تجارب موجود احنا موجود عندنا في الشارية في فوز موجود عندنا المرور عندنا فيه أجهزة وزور أجهزة وزور فيه كان كلمني برده كان وزارة الداخلية بس يعني ما حصلش اتفاق بيننا وبنبعن فيه عندنا فيه هيئات طبعا هيئات كبيرة وقتها بس ما انفاش انا اقول اسمها تمام اكيد بس انا بقى اصد ان الدولة نفسها يعني الدولة نفسها بإدارات بوزارات زي ما حضرتك بتكلم وزارة زي وزارة الصحة انها تستخدم حاجة زي حاجة الازوم معنى كده انها بتقر وانا هرجع تاني واطلب من الاعداد بعد اذنكم تحضروا لنا كل الشهادات حتى ان تتلاقي بطول ما احنا بنتكلم كل الشهادات العالمية اللي احنا قدرنا نجمعها وده اللي احنا قدرنا نجمعها بس يعني فيه اكتر من كده موجود بس الحالة مش هتستوع معظم المواقع ومعظم المجلات العلمية احنا معانا على الهوى مجموعة من الشهادات ومن الدول يعني منظمة الصحة العالمية تكلمنا الموقع الرسمي للصين تكلمنا مجلات علمية والطبية تكلمنا يعني انا قلت يعني فيه كمان حتى عندي مجلة توصي بالتعقيم بالأذن بالمستشفى خدمات مكافحة الافات بالأذن يعني احنا عندنا دلوقتي ممكن حضرتك تبص معانا على الشاشة على الصورة اللي معانا دي تايلاند دي تايلاند بتوصي باستخدام الأذن للتعقيم وليس للعلاج للتعقيم اه عشان هما يعني محددين ما الموقع خير من العلاج يعني الصين وإيطاليا تغلبوا على الكورونا بالوزون وهم مقررين بده يعني موجود اكتر من 30-40 موقع موجود وزارة الصحة الإيطالية ووزارة الصحة الإيطالية لأن إيطاليا كان عندها أزمة كانت الدخلة في والصين هما دي المواقعين أكوى مواقعين موجودين المواقع اللي احنا شايفينها قدامنا دي دي مواقع عالمية مواقع ألمانية مواقع الفكتوريا الفنادق العالمية مجموعة مجلات طبية مجموعة دول بتتكلم حتى بلغتها حتى لو دخلت انت عادي حابب ان انت ترح تعمل سرش لو كتبت بس مجرد كده التوصيات العالمية بإقرار الأزون للتعقيم تأثير الأزون على الكورونا مش الكورونا بس هو أقوى مطهر هو أقوى مطهر موجود يعني مش هتلاقي فيه مطهر خد الزخم والحاجة دي الصين احنا بنستورد منها عجزة من زمان تمام عشان تاخدي النهاردة بضاعة من الصين أو من الشهرين اللي فاتوا أو الثلاثة بيديلك معادة بعد ثمانين يوم ثمانين يوم يعني الطلب قوي جدا على أجهزته وآلاف المصانع انت ما بتتكلميش عن مصنع أو اثنين أو ثلاثة وممكن للمشاهد يدخل ويشوف ويكتب مولد وزونه ويشوف آلاف المصانع طب آلاف المصانع ديها بتود فين وودت فين الكميات دي كلها احنا معانا شهادة منظمة الصحة العالمية اتفضل حضرتك منظمة الصحة العالمية اه اتفضل يا دكتور اه اتفضل يا دكتور اه اتفضل يا دكتور هي صورة معانا على الشاشة المشاهد دي دريارة كمال احنا جايبين له الترجمة بالعربية هي بتصيب اللجوء المتزايد يعني هي لاحظت ان احنا دلوقتي الفترة اللي احنا فيها دي محتاجين انتاج زيادة لأجهزة الأزون عشان نقدر نتغلب على الأوبئة والفيروسات اللي منتشرة في الفترة اللي احنا فيها فكون تصريح زي ده من W-H-O فطبعا يعني بيأكد وبيعازز كلامنا جدا غير كده كمال برضو منظمة إدارة الغذاء والدواء اللي هي ال-FDA الامريكية بتأكد ان التعقيم بالأزون من مية في المية زي ما قلنا عشان هو ملوش اي اصور سلبية ولا اضرار ولا اي حاجة ولا زي ما قلنا اي سيد اسفكتو ولا اي حاجة وبعد نص ساعة بيأكسوجين خلاص ما عادش فيه اي حاجة يعني هو الأزون هو زرة نشطة تلتة زي ما حضرتك قلتك تلت زرات اكسوجين غير مستقرة مداها نص ساعة وبعد النص ساعة اكسوجين بتتحل بس النص ساعة دي في خلال النص ساعة دي انا قاضيت على كل انواع البكتيريا والفتريات والحاجات اللي ممكن تكون منتشرة سواء كان على الاطعمة سواء كان في الهواء سواء كان حتى على الجسم مع الفوائد الزيادة اللي احنا قلنا عليها تنشيط الكولوجين والمساعدة وتنشيط الاجهزة والجهاز المناعي والكلام ده كله زي ما حضرتك وصلتني وكمان برضو حابة نوية عن حاجة عدنيها برضو بالنسبة للبولز بتاعت السباحة بيضيفوا فيها مية الاكسوجين بقى فايدتها ايه مية الازون بتعمل على تحلل المواد العضوية يعني طبعا مش معقولة انهم كل ساعة هنغير المية دي كلها فاحنا لو ضفنا ليها مية اكسوجين بالنسبة معينة فانا كده بحلل المواد العضوية اللي فيها وبخليها برضو امنة ان انا لو مثلا طفل نزل وفيه اطفال تانين مثلا عنده اي فيروسات او امراض جلدية ان انا كده ده ما ينقلش العدوى لاي حد تاني طب ده قوي جدا الموضوع ده قوي جدا يعني انا دلوقتي المية اللي انا عقنتها او اللي انا حطت لها الازون قادرة على ان هي تقتل في نفس الوقت وتبقى سيف المية تبقى نفسها سيف وما تنقلش العدوى من شخص لشخص اخر يعني انا بنلاحظ ان هما بيحطوا كلور بس طبعا بنشتكي كل الاميات ان شعر بناتها بيقع طبعا والجلد بيبوز وكمان مع اشعة الشمس بنلاقي البشرة بتغمق وما بترجعش تاني لكن زي ما قلنا مية الازون طبعية وما تاشى مشاكل طبعية حلقتنا بتخلص مننا وكنت اتمنى ان الوقت يطول اكتر واكتر ومرة جاية توعدنا يا استاذ محمد ان احنا نجيب الاجهزة معانا على الهوى ونعرض لمشاهدين الكرام ونوريهم تجربة عملية على الهوى ان شاء الله بعمر الله استفدتوا بينكم جدا النهاردة وياربوا مشاهدين الكرام يكونوا اتبسطوا بالحلقة واتبسطوا بوجودكم معايا النهاردة في نهاية حلقتي بشكرك استاذ محمد مجاهد رئيس مجلس ادارة شركة استحاب الاستراد اجهزة الاذون شرفتنا ونورتنا وشرفتنا ونورتنا يا دكتورة دكتورة مروى شامس ماجستير ودكتورات اغزية وعلوم الاطعمة شرفتنا ونورتنا وامتعتينا بمعلوماتك العلمية الله يخليك انا اللي ساعدت بلقائك جدا اشكرك يا فندم اشكر امير والإعادات وحضرتك في نهاية حلقتنا بشكركم مشاهدين الكرام كان نفسي الوقت يطول اكتر من كده بس هو الوقت الحلو بيمر بسرعة انتظرونا الجمعة القادمة الساعة تسعب حلقة جديدة من حلقة برنامج سالون الاميرة تحياتي اميرة يحيى الى اللقاء